أنا اليوم عشان أبغى أعمل رياضة وأبغى أعمل نظام غذائي صحي كيف أعرف إيش الرياضة المناسبة لي والنظام الصحي المناسب لي؟ لو ما نتكلم عن الرياضة والتغذية نحتاج أول شيء أنه فقط نفكر في الأشياء اللي نستمتع فيها يعني لو ما نتكلم عن الرياضة الواحد يفضل أنه يسوي شيء يستمتع فيه ولو ما كان في شيء محدد يستمتع فيه ممكن أنه يجبر نفسه على شيء معين أو روتين معين بحيث أنه يستفيد من ناحية صحية على الأقل لأنه ممكن فيه أشخاص عندهم هوايات مختلفة فما لها علاقة بالرياضة فممكن لما يتمرن أو يجبر نفسه على عدد أيام تمرين معينة في الأسبوع بحيث أنه يضمن أنه يكون في حالة صحية أفضل أو أنه يحاول أنه يغير من عاداته الغذائية مع الوقت لأنه دائماً الالتزام بنظام غذائي ورياضي في نفس الوقت شيء يعني صعب جداً وأغلب الناس يعني يفشل لأنه هذا الشيء جداً صعب في البداية من ناحية عادات لأنه العادات هي التي تتحكم بحياتنا بالكامل ولكن الجيم أو التمارين سهل جداً أنه الشخص يلزم نفسه فيها والتغذية تتحسن مع الوقت